بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد نواف النعم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا أشاهدة مبراط من الشك والتهم وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله سيد العرب والعقم صلى الله عليه وسلم وعلى آل وأصحاب وأزواج وزريت وأمة وأفضل أمم أهلاً لكم في قناتكم فوائد النورانية الروحانية المجربة مستعينين بالله سبحانه وتعالى ثم بكتابه العظيم القرآن الكريم وبأسماء الحسن العظيمة إذا قدر الله وشاء واستفدت من هذه الفائدة الكريمة فضلاً وليس أمراً أسألك الدعاء والاشتراك في القناة وكومنت عليك وشير ليصلك كل فائدة جديدة مجربة بإذن الله تعالى وأذكر نفسي وأذكركم بتقوى الله عز وجل والصدق والبساطة وبحسن الاعتقاد برب العباد يحصل مراد فإلى فائدة اليوم نبدأ على بركة الله عنوان فائدتنا إن شاء الله النهاردة هي سلاسة أيام وشاهد تضفق الأموال والرزق يبحث عنك أينما كنت ردد هذه الآية مية واربعتاشر مرة ليلاً وراقب النتيجة النتيجة ده يا جماعة الخير عنوان فيدتنا بتاعة النهاردة هذه الضرة النفيسة هي من الضرة النظيم في خواص القرآن العظيم يا جماعة الخير إن شاء الله تعالى حنتكلم عن موضوع وفايدة مهمة جداً تهم كل واحد فينا إزاي نقدر نخرج من دائرة العوز والحوجة ونجذب الرزق والمال لحياتنا بطريقة سهلة ووسيطة للغاية ومن السهل لأي حد يعملها بنتكلم في الفيديو ده عن آية قرآنية كريمة عظيمة شريفة لو رددتها مئة مرة كل ليلة لمدة ثلاثة أيام أولها يوم الأحد بعد صباط العشاء وإن كانت بعد منتصف الليل بعد 12 رب الليل كان أفضل وأجود بخطواتها بالضبط هتشوف بنفسك إزاي الرزق والمال هيدق على بابك ويبحث عنك أينما كنت بإذن الله طبعا عشان كلامنا يبقى واضح لا فيش حاجة بتتم إلا بإذن الله لكن قبل ما نبدأ خلوني أشارك معكم قصة صغيرة في ناس كانوا بيعانوا من ديء الحال مجربوا كل الطلق الممكنة لتحسين أو ضحهم المالية لكن بدون فايدة أو بدون جدوى لغاية ما أعطتهم الفايدة دي وعملوا بيها بإيمان ويقين وانتظام بدأت بفضل الله الأمور تتغير معاهم بشكل غير متوقع وبدأت الفرص تدق على بابهم من كل يمة كل يمة دي كلمتنا فلاحي باللغة بتاعتي يعني الفلاحي كل يمة يعني من كل ناحية وطبعا ده بفضل الله عز وجل وحده في الأول وفي الآخر أنا ما كنت إلا مجرد وسيلة ولكن هو الله الأول والآخر وأهم وأنبه أهم شروط نجاح الفيدة هي التوكل على الله عز وجل وبحسن الاعتقاد برب العباد يحصل المراد اتبع خطوات عمل الفيدة في الفيديو خطوة بخطوة للنهاية أولا إخراج صدق بقدر ما تستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعى ثم الاختلاء بنفسك في مكان طاهر وانت منعزل أهل بيتك لوحدك في غرفة صهرة مثلا وأنت مطلعيب بالمسك والعنبر وصلاة ركعتين لله تعالى بخشوع تام ويقين بقضاء حاجتك ثم الاستغفار بهذه الصيغة أستغفر الله العلي العظيم الحي القيوم لظلم وجرم وأتوب إليه كم مرة يا أبو محمد سبع مرات ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الساجدين سبع مرات ثم ذكر اسم الله جليل ولكنك تذكره بياء النداء يا جليل كان مرة يا محمد 73 مرة بسر قوة عدده جدول الأعداد الكبرى والوسطى والصغرى رفع عملك في القناة فيديوهات الشرط عشان ما تحترش وما تحتس وما تدورش وما تلفش بإذن الله قناتك غنية بالمعلومات الصحيحة المجرد ثم تلاوت الآية العظيمة الشريفة إلا عليها مدار العمل وهي قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين كان مرة يا أبو محمد هذه الآية الشريفة العظيمة مية واربعتاشر مرة وهنا فيه سر في عدد المية واربعتاشر ليمي لي يا أبو محمد مية واربعتاشر مرة لأنها هي آية رقم مية واربعتاشر في سورة المائل وعدد سور القرآن الكريم مية واربعتاشر ثم ذكر هذا الدعاء المبارك القصير المخصص لها مرة وحدة اللهم يا جليل نجل لك بقدرتك العظيمة ورحمتك الواسعة نطلب منك بقدرتك الفائقة أن تنزل علينا رزقك وبركتك من كل جانب يا الله يا الله افتح لنا أبواب الرزق والبركة والنجاح وارزقنا من حيث لا نحتسب اللهم بصورة المائل الكريم اللهم بصورة المائل الكريمة التي فيها وعدك بالرزق والبركة نلتمس رحمتك وكرمك وجودك وإحسانك ارزقنا الرزق الحلال الواسع الذي يكون سببا لنا في زيادة الخير والبركة في حياتنا يا رب اجعل كل يوم في حياتنا خيرا ورزقا وسعادة ارزقنا السبات والتوكل عليك واجعلنا من الشاكرين لنعمتك والراضين بقضاءك وقدرك يا رحمن يا رحيم اسمع دعاءنا واستجب لنا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة قدير وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم توكلوا على الله وعملوا بنية خالصة وقلب خاشع لله وبحسن التوكل على الله بهذه الجوهرة القرآنية العظيمة تنجحوا بإذن الله في حياتكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله مع فائدة جديدة مجربة التواصل ماي على الوطس للكشف والعلاج الروحاني فقط وليس للتعارف والدردشة ولا للستفسار من عشر صباحا إلى تمانية مساء يوميا معنا الجمعة وفي أمن الله وحظه ورعيته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة